اشتركوا في القناة في بداية هذه الايام الطيبة وهذا الشهر الكريم ان يجعل رب العباد سبحانه وتعالى برحمته هذه الامة مرحومة منصورة بحوله وقوته كما ادعوه سبحانه وتعالى ان لا دع لنا في هذا الشهر العظيم الكريم ذنبا الا غفرة ولا مريضا الا شفاه ولا عسيرا الا السره ولا كربا الا اذهبه ولا هم الا فرجه ولا دينا الا قضاه ولا طالبا الا اخذ بيده وجعله من الناجعين في الدارين ولا صاحب حاجة لك فيها يا رب رضا وله فيها نجاح وفلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين امين امين والحمد لله رب العالمين احبتي في الله اكون سعيدا جدا ان اكون ضيفا عليكم طوال الشهر الكريم في هذا البرنامج الذي اخترته لكم هذا العام الناس في هذه الدنيا كل يعاني على قدره فهذا مريض يأمل الشفاء وهذا خائف يأمل يأمل الامن والامان وهذا مظلوم يطنع في ان يكون منصورا يوما على ظالمه الذي ظلمه وهذا انسان حزين على حبيب فقده او عزيز كان يتمنى ان يبقى معه فسبحان الله اصبح صاحب صدر ضيق او صاحب صدر مكلوم كل هؤلاء سوف نحدثهم طوال هذا الشهر الكريم في هذه الحلقات سوف يأمن الخائف اذا قال يا رب وسوف يشفى المريض اذا قال يا رب وسوف يسر المحزون اذا قال يا رب وسوف ينصر المظلوم اذا قال يا رب وسوف يشفى الله صدور قوم المؤمنين اذا قالوا يا رب وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون الانسان يعايش في هذه الدنيا اغيارا كثيرة تتقلب به الايام ما بين سرور وحزن وما بين سعة وضيق وما بين افراح واتراح وما بين غنى وفقر وما بين حالة من الامن وحالة من الخوف لا تستمر الدنيا على حال فالدنيا اغيار ومن يأمن الدنيا يكون مثل قابض على الماء خانته فروج الاصابعي الانسان لا يأمن للدنيا ولكن يجب ان يأمن في جانب الله وان يلوذ بالركن الشديد القوي الذي ان قال يا رب قال له لبيك يا عبدي اقول لكل صاحبي هم وغم وصدر ضيق وبلية اقول له عسى فرج يكون عسى نعلل انفسنا بعسى فلا تجزع اذا صادفت هم يقطع النفس فافضل ما يكون المرء من يأس من فرج اذا يأس الانسان اكبر امن له ان يكون في حالة من الضيق ولكن رب العباد سبحانه وتعالى يفرج القرب اما يجيب المضطرة اذا دعاه ويكشف السوء انما العسر يسرى انما العسر يسرى ليس بمؤمن مستكمل الايمان ما لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلية لان البلاء لا يعقبه الا الرخاء والنعمة لا تعقبها الا البلية فنسأل الله ان يحيل ايامكم الى خير وان يفرج الله هم المهمومين وكرب المكروبين ويسد دين المدينين ويشمرضانا ومرضى المسلمين ان الانسان يجب ان يتعايش في هذه الحياة بفقه الامل فقه الامل هذا انسان يعني مؤمن يزرع في قلبه خيرا يعني دائما ينتظر الفرج وانتظار الفرج نوعا من العبادة انتظار الفرج شيء مما يغلب على قلوب المؤمنين فقد تولقوا الاغصان بعد ذبورها ويبدو ضياء البدر في ظلمة الوهن حتى قال حكيمنا المتفائل يا رفيقي نحن من نور الى نور مضينا ومع النجم ذهبنا ومع الفجر اتينا اينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل اينا ان نور الله في قلبي وهذا ما اراه لكن لا يأمن الخائف ولا يطعم الجائع ولا يسر المحزون الا اذا استمسك بالعروة الوثقة ان يعود الى رحاب ربه الذي خلقه وهو الذي ارحم به من ابيه وامه لان الدنيا سبحانه الله العظيم يعني كما قال هذا الرجل الذي ابحرت به السفينة وارفأ على شاطئ جزيرة وللاسف الشديد يوم ويوما وثلاثة ايام لم يجد سبحانه الله العظيم من ينقذه فتمثل مع نفسه قائلا عسى القرب الذي امسيت فيه يكون وراءه فرج قريب فيأمن خائف ويفك عان ويأتي اهله الرجل الغريب وان يأتي ظهر هذا اليوم ولا فان غدا لناظره قريب هذا رد على احاسيسه او مشاعره او وساوسه عندما قال سوف اعود الى اهلي اذا شاب الغراب وصار القار كاللبن الحليبي لكن الانسان المؤمن لا ييأس من فضل الله لا ييأس من روح الله هكذا قال يعقوب فيما نرى من حلقات ان شاء الله قال لابنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف هو اخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون الكافر الخاسر المنافق البعيد عن الله هو الذي ييأس من روح الله اما المؤمن الصادق دائما يعلم ان الغد باذن الله افضل من اليوم وان بعد غد ان كان من رزقه سوف يكون افضل من الغد لانه يشعر انه عبد لرب قوي قادر الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يعني 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 يكرمنا ويمتحننا ويبتلينا ويتفضل علينا على موائد كرم مرة بالسعة ومرة بالضيق مرة بالفقر ومرة بالغنى مرة بالامن ومرة بالخوف مرة بالسلم ومرة بالحرب ولكن الانسان قاصر التفكير وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون انا لا اعلم ما الذي يحدث لي بعد ان تتم هذه الحلقة لكن الله في سابق علم يعلم وقد كتب لكل واحد مننا عندما تكون جنينا في رحم امه عمره ورزقه وشقاوته وسعادته فيعلم سبحانه وتعالى ما توسوس به نفوسنا وهو اقرب الينا من حبل الوريد حتى قال سيدنا علي رضي الله عنه لما سؤد ما المسافة بين السماء والارض يا ابا الحسن قال المسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة يقول الانسان في جنح الديد يا رب هو اقرب اليه من حبل الوريد تم محزون ينام ليدا دموعه على وسادته لا يشعر به احد ولكن الله سبحانه وتعالى الذي يسمع ويرى دبيبا نملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يرى هذه الدمعة ويرى القلب المكلوم ويرى ما فيه من وساوس وهواجس وقلق ولكن هو الذي يضع هذا الامل أو يضع الامل في قلب هذا المكلوم وقلب هذا المحزون وقلب هذا الانسان الذي ضاقت السبل به لكن اذا ضاقت كل السبل تظل ابواب السماء المفتحة فابواب السماء لا تغلق لا ليلا ولا نهارا على مدى اربعة وعشرين ساعة اذا قلت يا رب قال لبيك يا عبد سبحان الله اذا سواء انت طائع انت عاصي انت مستقيم انت منحرف انت مؤمن انت غير مؤمن لك رب وعليك ان تطرق بابه ولذلك العبد منا سبحان الله اذا لجأ الى باب الله سبحانه وتعالى واذا توكل على الله حق التوكل يأتيه اما نصر من الله واما شفاء صدر لغمه او صبر سبحان الله يتصبر هذا الانسان سبحان الله العظيم